وانتقل إلى فريق كرة القدم النهاردة كان فيه تجربة ودية مميزة جداً لفريق الأهلي هتقول لي إسلام قناة الأهلي ما زاعتش المطش ليه هقول لي حضرتك حالاً ومباشرةً مرة تانية وثالثة وربع لازم دايماً أقول لحضرتكم مثل هذه الأمور ومثل هذه الكلمات قناة الأهلي بتعمل وفقاً لحاجات ومتطلبات الفريق الأول لكرة القدم وكل فرق النادي وبالتالي عندما يطلب من قناة الأهلي أن هي تكون موجودة ويسمح لها أن هي تزيع المباراة ستزيع المباراة ولكن وجهة نظر فنية لميستر كولر أنه مش عايز يزيع المباراة دي خلاص مش هنزيعها ولكن احنا كنا جاهزين نحن نزيع هذه المباراة ولكن الرؤية الفنية لمارسيل كولر قال مش عايز يزيع المباراة خلاص مش هنزيع المباراة فالأهلي النهاردة أمام سموحة قدر أنه يكسب بهدفين مقابل هدف مباراة الحقيقة شهدت العديد من الكلام اللي اسمعناها يعني شهدت العديد من المكاسب الودية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل استقناف المباريات الرسمية اللي هتكون أولى هذه المباراة إن شاء الله شباب بولوزداد في دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا الحقيقة استكمال لفترة الإعداد القوية اللي خدها الفريق في الإمارات الفترة الماضية كان أبرزها خود هذا المعسكر الحقيقة اللي تم في الإمارات نهاردة بنستكمل هذه الفترة فترة الإعداد من خلال هذه المباراة الودية مباراة تسموحة شهدت تألق كبير لأنتوني مودست اللي سجل الحقيقة هدفي الفوز في هذه المباراة وكسبنا اتنين واحد مودست ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا خلال الفترة الإعداد حس التهديف يبتدى يعلى نمسك الخشب يعني ربنا يرجعه بالسلامة أو يعني يرجع وسام أبو علي بالسلامة ويدي مودست أكتر وأكتر ويكمل أكتر وأكتر كمان خلال الفترة اللي جاي ان شاء الله يكون التطور في مستوى يكون يعني يكون واضح خلال الفترات القادمة هينتظم اللاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة الراحة اللي منحه الجهاز الفني لللاعبين بعد انتهاء مشهور المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية جهاز الفني فضل أنه يمنح اللاعبين الدوليين فترة راحة إضافية أكبر بعد ماراثون الحياة بطولة أمم أفريقيا خوفا من تعرضهم للإصابات أو للإجهاد لقدر الله عشان زي ما حضرتكم عارفين قسط من الراحة يرجع بعديها جهزين لارتباطات النادي الأهلي المقبلة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي وبالتالي الحمد لله انتهت المباراة وقدرنا نكسب فوائد كثيرة من هذه المباراة خلتنا ننظر إلى شيء واحد فقط أو خلتنا ننتظر إن شاء الله المباريات الأسمية خلال الفترة القادمة طيب خلينا نطلع ونتكلم في أولى فقراتنا فقرة حائد صد